انت عارف على سبيل المثال اتصرف كام على مرسى مطروح في خلال الخمس سنين اللي فاتوا تلت سنين فاتوا 14 مليار خمس سنين حوالي 21 مليار طيب 21 مليار بتضخوهم الدولة علشان كام فرض حل ده كام بيحصل المواطن اللي في المنطقة دي وهو شايف الدولة رايحة بهذا الكم من الاستثمارات من اجل تغيير نمط حياته من اجل تهيئته لكي يعيش رفاهية حرمة منها كثيرا رفاهية مش رفاهية فلوس ولكن رفاهية في السكن في التعليم في الحق في الحياة الامنة كل دي هو كان محروم منها انت رايح له باقتراب ابروتش مختلف جدا للمواطن اللي يضيقتن هذه المنطقة هل ده بس في مطروح؟ طيب ما سيناء احنا هيا ما اتكلمنا عن سيناء طيب انا انت وشفنا المشروعات التنموية في شمال وجنوب سيناء شكلها عامل ازاي وكنا بنقول ودايما نفتكر ولادنا اللي ضحوا بدماءهم صح وكانت شبابنا اللي بيبنوا وبيعمروا موجودين عشان يعملوا المناطق الاستثمارية ويعملوا المناطق الاقتصادية ويعملوا المناطق اللوجستية ويطوروا موانئ بورسعيد ويطوروا موانئ السويس هو ده ببلاش؟ ده مش ببلاش ده تكلفة دفعتها الدولة علشان يجي لي عائد النهاردة علشان يجي عائد للمستقبل لازم نحط دفع اعتبارنا هذا الربط اللي بيحصل بين المحافظات الحدودية كلها وانت حضرتك سيادة الرئيس النهاردة تفضل واشار الى القطار السريع بين السخنة ومطروح طيب هل القطار ده بين السخنة ومطروح بس؟ من عند القطار السريع من اسكندرية الأسوان هل مصر مهتمة بشبكة طرق داخلية بس؟ ده مصر مهتمة بطريق القاهرة كيبتاون انت بتتكلم على دولة شايفة لنفسها مكانة ورؤية مختلفة في قلب قرتها المؤثرة التي تستطيع من خلالها الدفاع عن قضاياها المشروع وبالتالي هذه الدولة عندما تذهب الى اطرافها بهذا كم من الاستثمارات هي عايزة تقول للمواطن زي ما فخمت الرئيس النهاردة تحدثوا اشار انتم مصريين زينا زيكم زي المواطن المصري اللي عايش في ودي النيل اللي هو كان حصل النوع من انواع الاختراب في العلاقة بين الطرفين كانت ازمة في لحظة من العزار في العلاقة بين الطرفين وانما النهاردة انت بتتكلم على ان انت بتتعايش معايشة طبيعية وبقيت متواجد على الارض هناك بمشروعات اقتصادية بمشروعات تنموية الامور اختلفت كثيرا ومن ثم النهاردة ده التطبيق العملي للاقتراب المصري للتنمية المستدامة في كل جمهورية مصر العربية ومن ضمنها محافظاتها الحدودية اللي تأمنها من اي نوع تهديد للامن القومي المصري شكرا